المضارع التام والمضارع التام المستمر الوحدة الاولى تلت سنوي 2023 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب تلت سنوي معاكو يا شباب الوقت في جزء المضارع التام والمضارع التام المستمر لسه في الوحدة الاولى معاكو يا شباب عندك هنا مفتاح الاجابة زمن has worked مضارع تام وهنا تاريخ بداية الحدث او نقطة البداية ايه اللي بياخد نقطة البداية يا شباب على طول سنس على طول ايه سنس طب هي لازم تيجي سنة يا مستر لا ممكن تيجي سنة شهر حتى يوم ممكن ساعة كمان طول ايه بدأت تذاكر منذ الساعة كذا سنس برضو مفتاح الاجابة ليه جاء بلها مضارع تام يبقى على طول بعدها ايه يا مستر في القعدة دي ماضي بسيط تصريف تاني للفعل معايا سنة تلتة سنس لو جدك رابط زمني تربط زمنين او جملتين قبلها مضارع تام سوى بسيط او مستمر انما بعدها ماضي بسيط سوى تصريف تاني او كلمة دالة على الزمن معايا ثري ماضي بسيط او كايرو ماضي بسيط ماضي بسيط محددة يبقى هتاخد فور على طول فور ماضي بسيط بسيط تنس بداية الحدث كان منذ سن العاشرة منذ سن العاشرة يبقى دولة مضارع تام مستمر اقول لك ما هو سنس وفور دالة على مضارع بسيط تام بسيط يعني وتام مستمر ايجبت دولة مستقلة منذ سنس طالما فيه سنس يبقى فيه مضارع تام اللي هو هاز بين لو ايه هاز بين نمبر سيكس كامال اس كولين هز براثر اجين ذات ذا ثير طايم يا شباب شفت عدد عدد او كمية هتاخد على طول مضارع تام بسيط مش مستمر مضارع تام ايه بسيط ده عدد خلي بالك او كمية يبقى مضارع تام بسيط عدد او كمية خلي بالك من حتة دي هده سيك مريضة ايه الاط ان زباست فيو ييرز هاز انت شي اليس كذلك ده سؤال مزيل طالما هاز انت شي يبقى هاز بين على طول ليه لان السؤال المزيل تاج كويسشن او كويسشن تاج بيجي دايما عكس حالة الجملة يعني الجملة كانت اسبات وبيجي نفي نفي بيجي اسبات وهكذا قلنا خلي بالك من الجملة دي لانها مهمة شوية هاز تستوب درينينج اي دون تسينك وي كان جو توزا ستيديم خلي بالك انت عندك حاجتين هنا ينفعوا في الجملة دي اللي هي يت دي تنفع خلي بالك وعندك كمان اوريدي تنفع طب هي اوريدي بتيجي في اخر السؤال يا مستر مش دي اسبات هقول لك ايوة بتيجي لما يكون في حاجة اسمها تعجب من دهشة او دهشة من سرعة او اتمام الحدث انما في الجملة دي هو هنا مش مجتعجبة يعني هو قال لك اي دون تسينك وي كان جو توزا ستيديم يبطلح بيسأل هل الدنيا مطرت او بطلت مطر ولا لسه انيت هنا معناها تقريبا كده بالبلد يعني ولا لسه خش على ناين اي هاينت جون سويمينج لست ساما خلي بالك بقى لست دي بتاخد سينس لست بتاخد ايه سينس ودي برده ندع لها في ليه لان لو كان في زا لست كنا هناخد ايه فور اي ثري كوبس من غير ما تكمل الثري كوبس خلي بالك اوف كافي زيس مورنينج هنا عندك عدد في الجملة دي طالما فيه عدد ما ينفعش تاخد مضارع تام مستمر هتاخد مضارع تام بسيط اي اف هاد اي اف هاد مضارع تام بسيط اليفن اي ام لوكينج فور ماي كي اي هاف لوسيت انا بدور على المفتاح بتاعي انا لسه مضيعه وجاست هنا معناها توا او حالا اي اف جاست لوسيت تولف يور بارسل الطرد او الطلبية بتاعتك زا بوز مان بروتت زيس مورنينج يبقى الطرد هنا وصل هاز ارائفد هاز ايه ارائفد نانسي اندفانتشار اثلت فور ييرز فور ييرز ده مفتاح الاجابة يبقى هاز بين لان ده مضارع تام هاز طبعا فيه ناس تنطق بين دي بين يا شباب بين بس عادي هم اتنين صح امريكان و بريتش ساحنا بنفضلها يعني ايه بين اي دونت نو ويذا وخلبيك مش ويذر تقس اذا تجو تو ايطالي او رجريس وي ناط يت يت يبقى نحن لم نقرر بعد ويت مضارع تام وي هاونت دي سايدت يت خفتين ساميرا هاز ليفد هير شي بوز ات شايلد جملتين واحدة مضارع تام واحدة ماضي بسيط يبقى سنس على طول سنس فورا وي اوت فور تايمز لا زيس ويك اولا فور تايمز كلمة طبعا عدد مضارع تام وزيس ويك زيس عمتها ومشتقتها مضارع تام يبقى على طول وي هاف بين وطبعا ده مضارع تام بسيط عشان فيه عدد مضارع تام ايه بسيط سيبنتين هاو يو ايتن ايثين زيس مورنين زيس مورنين تاريخ بداية الحدث يبقى نقطة البداية او تاريخ البداية سينس وطبعا قلنا كمان زيس او سينس بتاخد زيس عندك سينس جاء بعدها ماضي بسيط يبقى بلها ايه شباب اه مضارع تام هو مفتاح الاجابة كده هنا في الجملة دي سينس سينس برضو تاريخ البداية يبقى مضارع تام يبقى برضو هنا هناخد قبلها مضارع تام يبقى بيتكلم على كمية والكمية والعدد بتاخد ايه يا سنة تالتة؟ بتاخد مضارع تام يبقى هاف سبنت فور او سوفار زيس ويك كلمة دالة على مضارع تام على طول اي تو تست واد العدد اهو تاخدين بالكم لحاجات العدد دي؟ عدد او كمية مضارع تام من غير ما نكمل جملة هاف هاد هاف هاد اي راضي سينساي ووز ان هاي سكول جملة جميلة بقى دي عندك هنا دي هتبقى هاف نون ودي جملة امتحانات يا سنة تالتة من الاخر كده ليه؟ فيه ناس تفتكر ان انا عارفوا من زمان يبقى هاف بيه نون الفعل مستمر خلبلكن الفعل نون ده مايجيش اصلا مستمر ليه؟ انت عندك انواع معينة ما بتجيش مستمر من ضمنها افعال التفكير والادراك والشعور والامتلاك والحواس الخامسة يبقى ده من ضمن الافعال اللي ما تجيش مستمرة اصلا is سامير ان ترابل اجين what this time وزيس مل ده الكلمات الدل على مضارع تام present perfect يبقى what هنا has he done اول اجابة هي الاجابة الصحيحة ان ده سؤال كمان فنجيب has قبل he مش نفع he has I فادي this morning have you have you خلي بالك يبقى I ايبا I haven't seen him twenty six this young producer has المنتج الشاب for films so far for films العدد مضارع تام بسيط so far مضارع تام he will produce more يبقى على طول has made حد يقول لي يا مستر ليه ما اخدناش has been making هقول لك في عدد حضرتك والعدد ما ياخد شيء مستمر ياخد مضارع تام بسيط I haven't heard from tamir he not to me lately lately كلمة دلة على مضارع تام present symbol يبقى he present perfect قصدي he hasn't written hasn't written علي is out for breath علي is out of breath قصدي يعني قطع النفس يعني عمل ينهج he not for a long time هنا بقى طبعما علي بينهج he has been running كان عمال يجري has been running مضارع تام مستمر 29 عماد a postcard a postcard all day all day يبقى دا مضارع تام مستمر has been writing عشان قول ديم الكلمات الدلة على مضارع تام مستمر مش مضارع تام بسيط I have since the morning and still is وما زلت وما زلت يبقى مضارع تام مستمر فعل بدأ في الماضي وما زال مستمرا ولم ينتهي ولم يتوقف 31 since primary منذ ربع ابتدائي and until now وحتى الآن I English الفعل بدأ في الماضي وما زال مستمرا يا سنة تالتة يبقى مضارع تام مستمر have been studying سمير since he was 8 years old and now he's in the under 15 national team يبقى مازال بيلعب وطالما مازال بيلعب يبقى هنقول برضو has been playing مضارع تام مستمر sorry I am late for so long will you wait had you طبعا ده ماضي تام وده مستقبل ما لهمش علاقة before so long have you been waiting آه ليه بقى الفعل هنا مستمر هل انتظرت كثيرا you look so hot how long مهمة جدا جدا نعمل ذي طبعا هنا ليه how long دي تيجي على طول مع مضارع تام ها مستمر انما how long لو معها ago يا شباب ago كانت تبقى ماضي بسيط توخدم بالكو how long دي مضارع تام مستمر لو معها ago هتبقى ماضي بسيط يعني من غير ما شوف الاختيارات اللي عندي كده لو فيه ago كنت اخد دد هنا how long الوحدها يبقى على طول have you been running مضارع تام مستمر ندا her finger قلنا and is in a lot of pain وبتتألم بشدة النتيجة خلي بالك مضارع تام مضارع بسيط قصدي يبقى السبب ايه شباب مضارع تام السبب مضارع تام السبب ها السبب دي بيه ودي بيه مضارع تام النتيجة مضارع بسيط وطبع الجملة دي very important 36 how many emails since the beginning of the week how many emails did you ما تنفعش عشان since the have you written will you don't يعني اللي جاب واضحة جدا سينسيب على طول مضارع ايه تم have you written وبرده نقول دي مهم شوي try not to be absent from class again for the rest of the term حاول ما تغيبش تاني من الفصل او الحصص لبقية الترم you too many classes you خلي بالك too many classes انت غبت كتير بالفعل you have already missed you have already missed طبعا دي اختصار هاد خلي بالك بالمناسبة بس مش هتنفع هنا رمزي won't go home until كامل جميلة جميلة انتل جاب لها مستقبل اه ليه بقى دي سنة تلتة سنوي اسمها القاعدة العامة يعني القاعدة العامة دي مستر هتقابلكم في يونة سرية شباب اللي هي ازمنة المستقبل كلها السبع ازمنة ايه القاعدة العامة دي بقى بقول لك كل الرابط الزمنية في الانجليزي ينفع تجتمع في قاعدة واحدة اللي هي الناحية التانية اللي مش فيها الرابط مستقبل او امر بعد الرابط يا مضارع تام يا مضارع بسيط مضارع ايه تام اللي احنا فيه او بسيط هتلاقي واحد من اتنين بس ما نفعش جبلها تلتين ابدا يبا هنا هتلاقي مضارع تامة هو يبا هزي هز الرايف ده هز الرايف طبعا خلي بالكم من دي مش هنقول مهمة ايه بقى دي جملة امتحانات اصلا اتس زا موست بيوتفول جاردن اي اف 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 واستحملونا شوية بقى سنة ثالثة دي باردو فير امبورد ليه ليه مستر مش معنى بقى عشان اي اف ده و ايف ده خلي بالك ايفر ده لازم يسبقها صفة درجة ثالثة زا موست بيوتفول ايفر دي بيسبقها ايه صفة درجة ها ثالثة لان طبعا في فرق بينها وبين ايفر نيفر هنقوله بعدين لان ايفر دي بيتبعها صطش وآ 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 وصفة درجة اولى فاحفظ واحدة من اتنين التانية تكون سهلة ايفر دي بيسبقها صفة درجة ثالثة او بالمناسبة عندكم فيديو في كورس الملاحظات اللغوية واعرف الفرق على قناتنا في فرق بين ايفر ونيفر مع الصفات يريد تشوفوه اتس ايير اه قاعدة اتس مدة زمنية سنس فاعل لاست مضي بسيط من الاخر كده قاعدة اتس مدة زمنية ها وبعد كده سنس فاعل سوالص دي جات في الجملة او مجاتش الجملة ماشية زامهية المهم ان بعدها ماضي بسيط يبقى كده خلصنا يا شباب زمن المضارع الايبا التام عندك اللي بنسميه التام البسيط او التام المستمر شباب السنين دعم قناتكم عايزين نعدل عشر تلاف مشترك كده يا شباب الصبس كراب الحلوة تفعيل الجرس وكمان لايك وشير وكومنت عشان نوصيكو ومش هنبخل عليكم تحياتي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته